مساء الخير نهار اليوم كانت الأجواء باردة نسبيا وصلت درجة الحرارة في العاصمة عمان لأربعة عشر درجة مئوية هاي الليلة رح تكون الأجواء أكثر برودة من المعتاد رح تسجل درجات الحرارة خمسة في عمان ونسبة الرطوبة تلاتة وسبعين بالمئة هلأ رح ننتقل لغدا نهارا أجواء باردة نسبيا خلال ساعة النهار تلات عشر بلا رح تنخفض لست درجات ورح تكون الأجواء باردة الأحد والاثنين رح ترتفع درجات الحرارة رح تسجل في عمان 17 بلا رح تنخفض لست درجات هلأ رح نصارد درجات الحرارة في المدن الأردنية البداية رح تكون من المناطق الشمالية اربد واجرش 7 غدا 17 عجلون 6 غدا 15 أجواء مشمسة ولكن باردة رح تسجل في المفرق والزرقاء 6 درجات غدا 16 درجة رح توصل درجات الحرارة هاي الليلة مطور ملكي علياء ووصلت 6 غدا 15 مادة بخمسة وغدا 15 أجواء باردة نسبيا هاي الليلة في البحر الميت 13 غدا 23 الكرك 6 غدا 15 الطفيلة 5 درجات وغدا 13 معان درجتين أجواء شديدة البرودة وغدا 15 مدينة العقبة أجواء لطيفة 12 وغدا 24 ارويشد أجواء شديدة البرودة 3 درجات وغدا 17 بالنسبة لملخص الطقس أجواء باردة مع ساعة النهار أجواء شديدة البرودة ليلا وارتفاع درجات الحرارة يوم السابت ويوم الأحد وبالانتقال لأخبار الطقس والأجواء عالميا ارتفعت حصيلة ضحايا إحصار جابرييل العنيف في نيوزيلندا إلى 8 وفيات وتم إجلاء عشرة آلاف شخص من المناطق المنكوبة وأعلنت السلطات عن انقطاع الاتصال بنحو خمسة آلاف شخص والبحث عن مفقودين لا يزال جار وهلا رح ننتقل لدرجات الحرارة لمدن ودول حول العالم نهاية نشرة الطقس لليوم شكرا لمتابعتكم معودي لك مهند شكرا من جود